اخترنا لكم إن شاء الله من نتن رائحة هذا التطبيع هذه التويتة لأحدهم لا أسميه فسترون اسمه إن شاء الله تبارك وتعالى في التويتة نفسها اسمعوا أيها المغاربة يقول الأجمل في التطبيع مع إخواننا المغاربة أن نساءهم هن الأكثر جمالا بين الدول العربية الصديقة التي طبعت معنا وهي من أكثر البلدان جذبا للسياح لذا أدعو مواطنين لاغتنام الفرصة وعدم تفويتها لا إله إلا الله الأجمل يقول في التطبيع مع إخواننا المغاربة نعم يسمينا إخوانهم لأكوانوا إخواننا لما اعتدوا على إخواننا لما اعتدوا على مقدساتنا لما تجبروا وسفكوا دماء أبنائنا لما قصفوهم بالأسلحة الفسفورية لما قتلوا أطفال غزة على شواطئ غزة لما قتلوا الأطفال وحرموهم من نعمة الحياة أخوانكم لا إله إلا الله محمد الرسول ثم يقول الأجمل في التطبيع مع إخواننا أجمل شيء أن نساءهم هن الأكثر جمالا هذا هو الجميل في التطبيع لم تر فيه إلا النساء مباشرة هن الأكثر جمالا بين الدول العربية الصديقة التي طبعت معنا وهي من أكثر البلدان جذبا للسياحة يعني أن السياحة التي ينبغي أن يمارسها الصهاينة بعض التطبيع هي السياحة الجنسية في المغرب هذه صورة المغاربة عند كثير من الناس من الذي يرفع عنا عياذا بالله هذه الصورة القبيحة ما هذا ثم يقول لذا أدعو مواطنين أن يدعو الصهاينة لاغتنام الفرصة وعدم تفويتها أفهمتم الرسالة؟ أفهمتم كيف يدعو الصهاينة لاغتنام فرصة زيارة هذا البلد الذي طبع معه من أجل فقط السياحة التي تقترب عياذا من الله من بناتنا وأعراضنا ما هذه الإهانة الموجهة للشعب المغربي ومن يهن الله فما له من مكرم أين عزة هذا الوطن وعزة أبنائه لقد علق أخونا إن شاء الله تبارك وتعالى مصرور المركشي فقال هذا الصهيوني المدعو كذا تحرش بنساء المغرب معتبر أن أجمل ما في التطلق